هذا الجهاز ينافس الكمبيوترات المكتبية ويأتي بفاتورة عالية ولكن أداء جداً ضخم معالج i9 من انتل وقدرات اللاعبين متوفرة في هذا الجهاز وبالتأكيد في سعر قريب من 4000 دولار دعوني أعرفكم على الاسوس روجي ستريكس سكار 18 السلام عليكم يا هلا وسهلا وأول شيء أقول لكم عن الجهاز أنه أداء في الألعاب جداً رائع كأحد المزايا أيضاً التصميم جيداً البطارية والباور بريك حقتها من ناحية القدرة وسرعة الشحن أيضاً التصميم حديث رائع وجاء فيه كل المنصفات التي تحتاجوها بل أيضاً كارثة الـ 4090 ولكن هناك أشياء تمنى تكون أفضل سعر مرتفع كلابتوب وترواقوا فيه أسعار دبل من باب الحقانية وأيضاً غريبة مرة أنه دقة الكاميرا الأمامية 720 بي ولا تنسوا أنه في نهاية الجهاز أعطيكم الحكم على هذا الجهاز دعوني أعرفكم على هذا الوحش بالتفصيل فمن ناحية التصميم نتكلم على هذا أول لابتوب بشاشة 18 إنش مع كرت RTX 4090 هذا أول واحد في المملكة يأتي بشكل رسمي غطاء مصنوع من الألمنيوم الأسود اللامع أغلب مواد الجهاز مصنوعة من البلاستيك المقوّة ومنطقة فيها البلاستيك الشفاف الرائع فوق لوحة المفاتيح إضاءات RGB موجودة في نفس الجهاز وأكثر ويأتي لها إن شاء الله ولكن وزن الجهاز أول شيء ترى 3 كيلو و100 جرام تقريباً شعار ROG Strikes موجود على أسفل الشاشة كاميرا أمامية بحواف بارزة لوحة مفاتيح بإضاءات Back Lid RGB تتش باد يدعم اللمس المتعدد وفتحات تهوية جانبية وخلفية وإضاءات RGB من الجانب الأمامي وأيضاً من الجهة الخلفية شاشة الثمنتعشر إنش أبعادها 16 على عشرة ودقتها 2560x1600 هي من نوع QHD تشكل نفس الشاشة 89% من الجهة الأمامية تدعم قدرة استطوع بـ 500 نتس وتدعم DCI-P3 من ناحية الطيف الألوان وتدعم Dolby Vision على حسب المحتوى وتدعم Adaptive Sync وتدعم 240 هرتز وتدعم شهادة Pantone Color وهو موجودة الألوان جداً 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 وحصل إعتمادة TOOV راينليند لحماية الألوان وتدعم الكاميرا الأمامية فبالفعل تدعم 720 كدقة وتدعم إمكانية تخصيص عالية لمسألة المراوح وتدعم التبريد بشكل أكبر معالجه جهاز هو من إنتل والإنتل Core i9 والسلسلة 13 980HX الجهاز بحث ذاته من ناحية القدرات جداً عالي ولكن يحتاج كرت شاشة الكرت من إنفديا هو إنفديا جي فورس RTX 4090 وسعة 16 جيجا ولحظة وضح هذا كرت إنفديا RTX 4090 وهذا هو اللابتوب نفسه ملاحظين في فرض فهنا قدرت الهندسة من حيث إنهم قدروا يضعوا نفس القدرات داخل الجهاز شي جداً كويس أرجع للجهاز وأقول إن الذاكرة 32 جيجا بايت من نوع DDR5 4800 والسعة التخزينية 2 تيرابايت من نوع SSD عندما تمامنا الإختبارات عليه حصلنا على النتائج التالية فمن ناحية الثري دي مارك قدرتنا 20264 نقطة عندما تمامنا إختبار الأداء على جيك بنش 6 في النواة الواحدة السكور كان 2675 وفي الأنوية المتعددة 16490 وأكيد أمامكم مقارنة ما بينه ما بينه أجهزة شبيهة من الفئة العليا تجربة الألعاب لو رحنا إلى دوم عرفنا على الإعدادات العالية ودقة الفوركي حصلنا على الإطارات من 76 إطار إلى 127 لعبة الفورتنايت قدرنا نحصل على إطارات عالية بدقة الفوركي من 205 إلى 268 إطار في الثانية الواحدة ولما جربنا راكت ليج قدرنا نحصل على إعدادات الفول ايش دي وإطارات من 230 إلى 240 وما أشعر أصلاً أنه كان اختبار راكت ليج يسوى البطارية ستكون من أربعة خلايا داخلية هي ليثيوم آيون تدعم الشحن باستخدام كابل USB-C إلى 100 واط ولكن يريد شحن خاص خارجي يعطيكم 100 واط الجهاز نفسه جاي مع شاحن بقهوة 330 واط شحن الجهاز من 0 إلى 50% بنصف ساعة وهذا الكلام حسب موقع إيسوس التجارب تعتمد على قدرة الاستخدام والإمكانيات التي تعملون في الجهاز أثناء الشحن من ناحية الصوت فالجهاز مدعم بأربعة سماعات تدعم صوت Dolby Atomos وخاصية Dolby Axis ودعم الضوضاء المزدوج بالذكاء الاصطناعي والذي رأيناها كثيراً في أماكن بحيث أن الأزعاج الموجود حولكم لا يطلع وأرجع وأكمل، وأخبركم المنافذ الموجودة لديكم Thunderbolt 4 ومنفذ USB 3.2 من جيله الثاني Type-C منفذ سماعة ومايكروفون 3.5 وأيضاً منفذ HDMI من نوع 2.1 ومدخل إيثرنت الشبكة بحيث أن تحصل على أقوى أداء سلكي من ناحية السرعة ومنفذين USB 3.2 Type-A عندما نتكلم على قدرة الاتصال اللاسلكي فعندنا الواي فاي 6E وعندنا البلوتوث 5.3 وكي نظام تشغيلي فهو Windows 11 Home وعندما نعرف سعره ١٤٩٩ ريال أجل الحكم على هذا الجهاز وأقول أنه فعلياً سعبينكم تلاقوا شاشة ١٨ إنش على لابتوب مخصص لللاعبين وبهذا السعر أضيفه إلى ذلك لو أخذنا فقط سعر ٤٤٩ الخارجي سنجد حوالي ٧٠٠ ريال فهنا نعرف أن جزء ضخم من السعر أوفرنا بتجميعها كاملة وبهذا السعر بجهاز متنقل وليس جهاز مكتبي أيضاً لو تكلمنا على إيسوس والشيء الذي يعمل في المملكة من توفر وصيانة أمر جداً حسن يجعل الاستثمار حقكم كويس وجود المنافذ بالكم هذا بالجهتين يمين يسار إلا أنه عتبي بـ USB Type-C فقط في جهة و USB Type-A فقط في جهة إلا نعرف أن هذه الأمكانيات ستكون جيدة فهذا جهاز أمام المنافسين يقدم سعر ومواصفات عالية ومتزنة وسعر جداً كويس على المواصفات اللي فيه فأحد الخيارات اللي يمكن تكون جداً ممتازة لكم حسب احتياجاتكم فقيموها ونهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وأراكم على خير بإبن واحدة توقيت اشتركوا في القناة